اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السيد جيرم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي والذي من الممكن ان نشاهد بعض من التذبذبات اثناء القاء هذا الخطاب اذا اخواني العزاء نبتدأ فقرة التحليل بتحليل مؤشر الدولار الامريكي الدولار اندكس ونلاحظ ان مؤشر الدولار الامريكي قد بدأ بفعل بعض التصيحات وبعض التراجعات والذي تحدثنا عنها سابقا يوم الامس في التحليل السابق ان الدولار ومؤشر الدولار الامريكي قد وصل الى مستويات تشبعات ومن الممكن ان يبدأ بالتصيحات وشاهدنا هذا الهبوط الذي حصل ولا يزال يعتبر في طور التصيحات ونلاحظ حاليا الاسعار تحاول العودة على مستويات ال92 والذي اذا نجحت بالعودة علىها قد نشاهد قوة الدولار تبدأ مجددا وتنهي التصيحات ونشاهد قوة للانطلاق نحن مستويات ال93 وقد نشاهد قوة الدولار امام مجموعة العملات اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ ان زوج اليورو دولار يوم الامس بمجرد ملامسة منطقة الدعم المحورية الماثلة عن مستوى سعر 1.18500 قد بدأت الاسعار بخلق موجة الصيحية صاعدة قد تحدثنا عنها سابقا لان الاسعار قد وصلت وبشكل عام ازواج الدولار قد وصلت الى مستويات تشبعات سواء في الشراء او البيئ وهذا الصعود الذي حدث في زوج اليورو دولار لا يزال يعتبر عبارة عن تصحيح لا اقل ولا اكثر ونتوقع حاليا ان الاسعار تحاول انهاء التصحيحات وسوف نتأكد ان الاسعار قد نجحت بانهاء هذا التصحيح اذا نجحت الاسعار بكسر مستوى 1.18500 قد نشاهد فعليا انهاء التصحيحات والانطلاق نحن مستويات ال 1.17000 خلال المدى المتوسط اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الباوند دولار ونلاحظ اخواني العزاء ان زوج الباوند دولار هو الاخر بعد ملامسة الدعم المحوري الماثل ان مستوى سعر 1.38000 قد بدأت الاسعار بخلق موجة صحيحية صاعدة وحاليا ان الاسعار اذا نجحت بالعودة ادنى مستويات ال 1.39100 سوف نشاهد استئناف للمسار الهابط وانهاء الموجة التصحيحية الصاعدة اما عودة الاسعار اعلى مستويات ال 1.39100 قد تكلف الزوج الكثير وقد نشاهد الصعود الى مستويات ال 1.40000 اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الباوند ين الملقب بالمجنون ونلاحظ ان زوج الباوند ين لا يزال تداول دون مستوى ال 153.700 واستمرارية التداولات دون هذه المقاومة لا يزال يضع الزوج في طور المسار السلبي الهابط الذي نتوقع استمرارية التداولات نحو مستويات 152 وشرط تحقيق هذا السيناريو السلبي هو ثبات الاسعار ادنى مستويات 153.700 اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي ونلاحظ اخواني العزاء ان الزوج لا يزال يتداول في ظل النطاق السلبي الهابط وان الصعود الذي حصل في الجلسة السابقة هو عبارة عن تصحيح لا اقل ولا اكثر وعبارة عن حركة صحية للأسعار وحاليا تحاول الأسعار انهاء الموجة التصحيحية الصاعدة واستيناف الهبوط الى مستويات 0.72500 و0.74000 كأحداث متتالية على المدى المتوسط اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الدولار وقد تحدثنا سابقا بالرغم من تراجع الزخم الصاعد الا ان زوج الدولاريان لا يزال يتداول في ظل النطاق الانجابي الصاعد وذلك باستمرارية تداولاته وعلى نقطة المحور ونقطة البايفيت الماثلة عن مستوى سعر 109.350 وعلى خط الاتجاه الصاعد وعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وحاليا الاسعار اذا نجحت باختراق مستوى 110.400 وتأكيد التداولات اعلىها قد نشاهد استيناف الصعود الى مستويات 111 خلال الجلسة القادمة باذن الله تعالى اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الدولار الامريكي مقابل الليرة التركية ولا يزال السيناريو الايجابي الصاعد هو سيد الموقف وثبات الاسعار اعلى مستوى 8.70 واستمرارية التداولات بثبات اعلى هذا المستوى الذي يعبر عن نقطة دعم قوية جدا لا يزال يضع الزوج في طور المسار الايجابي الصاعد الذي ننتظر اهدافه عند مستويات 9 ليرات للدولار الواحد وشرط استمرارية السيناريو الايجابي وتحقيق الهدف المنتظر هو ثبات التداولات اعلى مستوى 8.70 اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الامريكي ونلاحظ ان البيتكوين لا يزال يتداول في ظل المسار العرضي وفي ظل القناة العرضية المحصورة ما بين مستوى 32.000 دولار و42.000 دولار ونتوقع ان تستمر الاسعار تتأرجح ما بين الدعم والمقاومة وما بين اقطاب القناة العرضية ولن يحدد مسار واضح وصريح الا بكسر احد اطراف القناة العرضية الماثلة امامكم مع الرسم البياني اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل ملك الملاذات الامنة الذهب ولاحظنا ان الذهب لا يزال يتداول بالقرب من مستوى الدعم المحوري الماثل عن مستوى سعر 1765 دولار للانصة الواحدة والتداولات بهذا الشكل توحي بمزيد من السلبية وقد نشاهد الاسعار طوالما هي تتداول دون مستويات 1800 دولار للانصة الواحدة قد نشاهد تراجعات للذهب ومحاولة كسر مستوى 1765 دولار والذي اذا نجحت الاسعار بكسر هذا الدعم قد يكلف الذهب الكثير ويهوي الى مستويات 1725 دولار للانصة الواحدة وقد نشاهد مستويات 1700 دولار للانصة الواحدة خلال التداولات متوسطة الاجل اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل النفط الخام نلاحظ ان النفط الخام لا يزال يتداول في ظل النطاق الايجابي الصاعد مستمدا الايجابية من خلال استمرارية التداولات اعلى مستوى 72 دولار وحاليا التداولات بهذا الشكل لا تزال تعزز وتدعم الاسعار نحو الانطلاق نحو مستوى 74 دولار و75 دولار للبرميل الواحد خلال الجلسات القادمة باذن الله تعالى اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل الفضة ونلاحظ ان الفضة لا تزال تعاني ادنى مستوى 26.40 سنت ومثلما ذكرنا سابقا استمرارية التداولات دون مستويات 26.40 سنت قد تكلف الفضة الكثير وتهوي بها الى مستويات 25 دولار و24 دولار اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل الغاز الطبيعي ونلاحظ ان الغاز الطبيعي لا يزال يستقر اعلى خط الاتجاه الصاعد ولا يزال يتداول في ظل النطاق الايجابي الصاعد ومثلما ذكرنا سابقا استمرارية التداولات اعلى مستويات 3.10 لا تزال تضع الغاز الطبيعي في طور الايجابية الذي من الممكن ان نشاهد صعود الغاز الطبيعي الى مستويات 3.30 و3.40 خلال الجلسات القادمة اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل قائد السوق الامريكي مؤشرة داوجوز الصناعي وهو الذي كان سيد الجلسة السابقة وقد تحرك تحركات عنيفة جدا وكان الاكثر صعودا خلال التداولات السابقة منذ شهر مارس وقد شاهدنا مؤشرة داوجوز بمجرد ملامسة الدعم الماثل عن مستويات 33.050 وبدأت الاسعار بالارتداد وحاليا تقترب الاسعار من منطقة ونقطة المحور ونقطة البايفيت ومن منطقة مقاومة محورية وهي مستوى 34.000 واذا نجحت الاسعار باختراق مستويات 34.000 بناء على قاعدة السلوك السعري وتأكيد هذا الاختراق قد نشاهد عودة الداوجوز بشكل واضح وصريح الى المسار الايجابي الصاعد وقد نشاهد محاولات العودة لمستويات 34.435 أما فشل العودة والاختراق أعلى مستويات 34.000 قد نشاهد عودة مؤشر الداوجوز للهبوط مجدداً واستهداف مستويات 33.400 خلال جلسة اليوم إذن أخواني الأعزاء ننتقل الى تحليل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 SB500 ونلاحظ أيضاً أن مؤشر الـ SB500 يحاول العودة على مستوى المقاومة مثلاً عن مستوى سعر 4.230 والواضح حمامكم بالخط الأخضر المتقطع وإذا نجحت الأسعار بالعودة على هذه المقاومة سوف يتمكن الـ SB500 من الانطلاق نحو الأهداف المنتظرة الماثلة عن مستوى 4.320 و4.400 خلال الجلسات القادمة إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الـ DAX الألماني ولاحظنا أن مؤشر الـ DAX قد تراجع وبدأ بملامسة منطقة الدعم المحورية الماثلة عن مستوى سعر 15.350 وقد تحدثنا في التحليل السابق أن الأسعار طوالما هي تتداول أعلى مستوى 15.350 لا يزال يعتبر الـ DAX إيجابي وصاعد وننتظر أهدافه عند مستويات 15.816 خلال الجلسات القادمة أما كسر مستويات 15.350 قد يكلف الـ DAX الكثير ويرقله إلى المسار الهابط إذن أخواني الأعزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ونلاحظ أن مؤشر النازدك لا يزال يبلي بلاء حسن ولا يزال يتداول في ظل القناة الرئيسية الصاعدة على اللونغ تيرب واستمرارية التداولات أعلى مستوى 13.800 مدعومة باستمرارية التداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم قد نشاهد من خلالها المزيد من التألق لمؤشر النازدك واستهداف مستوى سعر 14.400 وقد نشاهد خلال المدى المتوسط الهدف الرئيسي المنتظر عند مستوى 14.800 إذن أخواني الأعزاء إلى هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسنا المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات في يمان الله